اليوم توجه بوصلتها إلى السوق الليبية من الاستراد للتصنيع والتصدير مؤسسة جزائرية تقتحم الأسواق الليبية نعود إلى ضيفنا الكريم سيد فضيلة مصطفى لطفي إلى نقطة جديدة كنتم قد تحدثتم سابقا على أن الجزائر بدأت التصدير والتصدير هو خطوة جديدة في الجزائر نعم هذا شيء صحيح ربما المؤسسات الجزائرية اليوم تحولت من مؤسسات مستوردة إلى مؤسسات مصنعة ومصدرة كيف يمكنكم أن تتحدثوا لنا عن هذا التحول بدءا ببدء أن نتمنعوا توفيق لأبنائنا في الامتحان التحدث والموضوع الذي تكلمنا عليه عن التصدير هذه المؤسسات الجزائرية التي كما تكلمت وتفضلت كانت من قبل هي مؤسسات تعتمد غير على الاستيراد أما اليوم فهي تعتمد على التصنيع والوجهة انتحى إن شاء الله في القريب يكون للتصدير التصدير يجب أن يكون تدعي من طرف الدولة كما تكلمنا من قبل بفتح المعابر الحدودية التسهيلات الجمركية التي تعتبر عقبة عند المصنعين الجزائريين التسهيلات البنكية توطيد البنكي كذلك لازم تخفيف بالإجراءات منطع التصدير حتى تستطيع المؤسسات أن تعمل بكل أرياحية ولازم الرقم هنا بها تكون السرعة في الإجراءات لأنه التصدير اليوم كما تعلموا يعتمد كله على السرعة إذا كان قمت بالإجراءات انتعك وبالنقل انتعك في أسرع وقت وقدمت المنتوج في الوقت المناسب منتعك تقدر تواكب الإستيراد وتقدر تكون في طالعة الدول التي تقوم بالإستيراد أما إذا بقينا نعتمد على الطرق التقليدية والبير القراطية نرجعوا كما كنا في الأول وإن شاء الله نتمنى ونحن نشوفوا بلد الدولة الجزائرية رأي عندها نظرة بعيدة وإن شاء الله يكون طريق معبد للمصنعين للولوج إلى هذا الباب اللي هو باب الإستيراد اللي يعود على الدولة الجزائرية بالخير الكثير اللي هي تخرج متبعية تع المحروقات إلى تصدير المنتوجات الجزائرية اللي هي متنوعة وكثيرة والخيرات انتع بلدنا معروفة ومعلومة وما تخفى على حتى إنسان لأن الجزائر مازالت عذراء في المواد التاحة صحيح ربما اليوم الجزائر كسبت المستهلك المحلي لكن المستهلك الأجنبي ربما هو صعب نوعا ما كيف ستقوم المؤسسات الجزائرية بكسب ثقته وكيف ستقوم شركة هاي كوكيز بكسب ثقة المستهلك الأجنبي نقطة حساسة هذي اللي تكلمتي عليها هي كسب الثقة المواطن المحلي والأجنبي كما تعلمي المواطن المحلي المصانع الجزائرية قدرت تكسب الثقة بالجودة المنتوج مثلا نعطيك مثال احنا الشركة التاعنا تخدم تصنع البسكويت أول شيء اللي يعتمد عليها المصنع لازم أول شيء هو التغليف الجيد لأن الزابون عندما يدخل إلى المحلات التجارية يشتري بالعين صحيح تشتري بالعين تكون عندك تغليف وإنماكات كما نقوله احنا وصور جميلة في المنتوج تاك الزابون يقتني هذا المنتوج ولكن وشي بعد ذلك الخطوة الثانية هي الجودة انت على المنتوج الزابون عندما يفتح المنتوج ويذوق المنتوج هل يرجع أم ما يرجعش صحيح هذا بيت القاسد الآن المؤسسة تعتمد على التغليف الجيد وتعتمد على الجودة نفس الشيء مع الزابون الأجنبي هي نفس الطريقة تدخل سوق أجنبية يكون عندك تغليف جيد منتوج جيد تقدر تفرض المكانة في السوق الأجنبية وإذا كان الدولة قدمت التسهيلات وكانت الأسعار تنافسية نقدره نروح بعيد بالجزائر الدولة العظيمة إن شاء الله يعني وبنسبة للطلب كيف ستوفقون بين المستهلك المحلي والأجنبي هذه قضية قضية ترتيب فقط أي مصنع عنده خطة عمل يوفق بين السوق المحلي اللي هو الأولوية أنت أنا دائما عندك دراسة أنت على السوق وش يطلب تجهز المنتوج للسوق وحسب الطلابيات وحسب الاحتياج أما السوق الأجنبي فهو عن طريق اتفاقية عاقد تديره مع زابون أجنبي وهذا العاقد يكون فيه مدة ويكون فيه وقت وتنظم الأمورتك وتجهز البضاعتك وتسلمها في الموعد إذا كانت هناك التسهيلات اللازمة لأن المواعيد رح يتلعب ضور كبير أختيك عزيزة تلعب ضور كبير إذا كانوا ولينا في التأخير ولينا في هذه المشاكل ما نقدروش نتقدم أما إذا كانت السرعة في التنفيذ والتسهيلات أيضا والتسهيلات كما قلنا التسهيلات الجمركية البنكية والنقل ثلاث نقاط أساسية يعتمد عليهم التصدير التسهيلات الجمركية يجب أن تقوم الدولة بتسهيلات جمركية تخفيف من الإجراءات تسهيلات البنكية كذلك التخفيف من الإجراءات البنكية والنقل تعبيد الطرق فتح المعابر والتوكل على الله وإن شاء الله يكون فيها الخير الكثير طيب هناك ربما خطأ تقع فيه الشركات حيث تراهن على تصدير فائض الإنتاج ربما ما رأيكم في هذا الأمر وهل لديكم استراتيجية خاصة بكم يعني لهذا التصدير هذا خطأ كبير كما قلت المصانع اللي تعتمد على الفائض تصدروا إلى الخارج لازم برنامج عمل في المصانع يوافق بين الطالب المحلي والطالب الأجنابي ما نعتمدش أنا على الفائضة التاعية أنا ندير برنامج عمل واش يحتاج السوق الجزائري يتاعد نوفر واش يحتاج مني السوق الأجنبي نوفر حسب الاتفاقيات حسب الطالبية ويكون التسليم في المواعيد المحددة لأنه الأجنبي الأجنبي ما يرحمكش أختي العزيزة يحب البضاء نتعوه في الوقت إذا صبحنا نرجعوه للتأخير ما نتقدموش أما هذا العمل هو عمل برامج تغضحها المؤسسات وتشوف الاحتياج انتحها الوطن يتغطيه وتشوف الاتفاقية التي يركضيها مع الزبون الأجنبي توفر للطالب ينتعوه في الوقت المناسب بشرط يكون عندك مصنع قادر على الإنتاج وقادر على تسويق المنتوج التعاك طيب ربما اليوم كسبنا ثقة الليبيين لكن هذا سيفتح لنا ربما أفاق نحو التوجه ما هي خطواتكم مستقبلا ربما للتوجه إلى السوق الإفريقية وتصدير منتوجاتكم للسوق الإفريقية رؤية السوق الليبي هي كما تكلمت مع الأخ من قبل هي خطوة أولى للولوج إلى السوق الأجنبي تعرفه على السوق الأجنبي تعرفه على الطرق التصدير التي هي طريقة جديدة في الجزائر لأنه لا يخفكم أنه الآن التصدير هو حاجة قليلة في الجزائر بالنسبة للجزائر دولة مثل الجزائر تصدر هذه المبالغ الضائلة شيء والله نتأسفل نحن في البداية ربما والله الجزائر عندها خيرات عندها قدرات ما صنع الآن تقدر تنتج المنتوجات التحر بقوة لازم لازم التسهيلات ولازم نغطو السوق الجزائرية ونغطو السوق الأجنبي على حساب الطلابيات وعلى حساب واشي يحتاج الزابون الأجنبي طيب رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون يركز جدا على هذه النقطة حاليا يعني ويذكر في كل اجتماع مجلس الوزراء يؤكد أقول على ربما على تصدير المنتجات الجزائرية للخارج يعني ما رأيكم في هذه الخطوات التي تقوم بها الحكومة اليوم للأخت الكريمة الحكومة هي من الوقت اللي داروا القانون التاع الطابس كما تكلمنا فتحوا الباب للمصنعين الجزائريين بييروحوا بعيد الحكومة الآن عملت خطوات وراهي تعمل في خطوات يعني يوجد نية نية بين الخطوة هذه اللقاءات اللي رأي ديرهم بتاع المعارض نية حسنة ونية طيبة عند الدولة الجزائرية الآن يبقى شوية كما تعلمين شوية بيروقراطية إن شاء الله في المستقبل القريب تنفذ شوية الأبواب تكون التسهيلات بيرنوصل للمبتغة عند الدولة الجزائرية وتع سيد رئيس الجمهورية اللي هو مشكور على التدعيم اللي دعم فيها المصانع وعلى هذه الخطوة الجبارة التي تقوم بها الدولة الجزائرية إن شاء الله وهذا ما نتمنى نتمنى أن تكون كل منتجاتنا ربما في الأسواق الإفريقية والأسواق الأجنبية لما لا سيد فضيلة سيد فضيلة مصطفى لطف مسير شركة مختصة في إنتاج الحلوية نشكرك جزيل الشكر على حضورك معنا اليوم